أهلا بكم في محورنا الثاني مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقول أن رفع سنة التقاعد المبكر يدرس ضمن تعديلات جديدة لا تشمل من هم فوق سن الأربعين الرحاح لا أعلن أن وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة مرتبطة بالتقاعد المبكر ثغرات في القانون الحالي شكل هذا القار والدراسة أهميته ومخاطره ناقش الليلة مع ضيوفنا مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي لشؤون إدارية والمالية الأستاذ محمد عود مساء النور وأيضاً أرحب بمدير مركز الفنيق للدراسات الأستاذ أحمد أهلا بك في نبضي بلد أستاذ محمد أنا بدي أبدأ منك وبيدي أتوضح للمشاهدين شو اللي بيتفكروا فيه في موضوع تقاعد المبكر ما الوضع الرهن وكيف سيكون وفق الدراسة نعم نحن الصحيح زي ما بعرفوا الجميع أنه القانون الحالي اللي هو 2019 احتوى على عدد من التعديلات آخر تعديل كان بـ 11-2019 اللي هو كان عن التقاعد المبكر تم رفع سن التقاعد المبكر للذكور لـ 55 سنة وللإنات لـ 53 سنة وتم رفع نسبة الخصم للذكور لـ 22% والإنات 25% قبل القانون 2014 تم تعديل القانون بحيث أصبح التقاعد المبكر على سن الـ 50 للذكور على 21 سنة وللإناث على 19 سنة لكن الناس اللي إلهم 25 سنة ممكن أنهم تقاعدوا على 45 سنة طبعاً القانون السابق كان التقاعد المبكر مسموح على الـ 45 على 18 سنة خدمة وبنسب خصم مختلفة للذكور وللإنات الصحيح الضمان الاجتماعي زي ما قاعد بحكي أنه بصير في عليه تعديلات كل ما المؤسسة تتقدم في الخدمة بصير في عليه تعديلات معينة نتيجة لدراسات اكتوارية وهاي الدراسات الاكتوارية تقوم بها جهات متخصصة دولية بحيث أنها تعطي المؤسسة بعض النصائح وعلى التعديلات الممكن إجراءها على قانون الضمان الاجتماعي إحنا الآن في الضمان الاجتماعي الحمد لله زي ما حكى الدكتور وزي ما بحكي أنا برضو الآن وضع الضمان الاجتماعي الآن مريح ماليا لكن لابد من النظر لتدعيم موقع موقف الضمان الاجتماعي خاصة إحنا منحكي عن الضمان الاجتماعي ما منحكي عنه لا سنة ولا سنتين ولا خمس سنوات عن عشرات السنين حتى أنه يظل مستدام هسا المؤسسة مش بس فقط اللي هو الدراسة اللي بتتم الآن على التقاعد المبكر لا إحنا في عنا عدد كبير من الإجراءات قاعد بتم اتخاذها الآن خاصة القضايا اللي ما بدها تعديلات قانونية زي زيادة نسبة المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إحنا من القوى العاملة تقريبا الآن مشمولين 65% في 35% غير مشمولين بأحكام القانون الضمان الاجتماعي خاصة المنشآت اللي هي الصغيرة العاملون لحسابهم الخاص فالآن الضمان الاجتماعي فيه عدل بجوز قبل فترة بال2019 عدل نظام الشمول بحيث أنه سمح للمؤسسة بتصميم نظام خاص لفئة العاملين لحسابهم الخاص اللي هم السواقين الأدلاء السياحيين الفنيين العمال اللي هم بيحملوا تصاريح عمل حرة الأجانب أو تصاريح عمل مرنة الآن إحنا المؤسسة الضمان الاجتماعي بصدد إنها تطبق هذا المشروع ورايح تبدأ بالتصاريح العمل الحرة والمرنة من اعتبارا من واحد سبعة السائقين إن شاء الله على الطريق الأدلاء السياحيين برضو على الطريق وهاي رايح تكون أعداد كبيرة وهذا هدف رئيسي للضمان الاجتماعي إنه يوسع القاعدة يعني إحنا كيف بدنا قبل ما توسع القاعدة أصبح لك تفضل توسع القاعدة هذا موضوع مختلف لا لا سيد العزيز ما هي خينا يا سيد عملياكي بنحكي هلا بتوسع القاعدة كويس وسعت القاعدة في وقتك في زمن كورونا صح ولله توسعت القاعدة في زمن كورونا وزادوا عدد المنتسبين للضمان الاجتماعي صح كلامي نعم بس أنا أخييني في الرفع شو بد يصير بالنسبة سيد العزيز هو الدراسة لسه ما انتهت ما انتهت الدراسة بتتم الآن على أساس إنه ممكن إنه نعدل على التقاعد المبكر على الناس أو المؤمن عليهم اللي سنهم أقل من أربعين سنة اللي فوق الأربعين بحب أكد من خلالكم اللي فوق الأربعين سنة لن يمسوا ولن يتم أي تعديل عليهم حسب القانون الحالي لكن اللي تحت الأربعين ممكن إنه يرتفع سنة تقاعد المبكر ممكن إنه احتساب الراتب التقاعدي يعني الفترة اللي يحسب عليها الراتب التقاعدي تختلف لأنه الآن بقول لك والوضع الحالي في خلل أنا وياك اشتركنا بدينا اشتراك في الضمان الاجتماعي أنا بديت اشتراك بميت دينار وإنت بديت بألف دينار انتهينا بثلاثة آلاف دينار اثنين بالأخير إنت بتأخذ نفس الراتب اللي أنا بأخذه مع إنه إنت دفعت للضمان الاجتماعي لما اشتركت على الألف دينار واشتركت بجوز على الألف وألفين ومش عارف إيش وكذا لكن أبو المية بدأ بمية مية وخمسين متين ثلاثمية بجوز بآخر خمس سنوات هو اللي أجا رفع راتبه هذا الحكي فيه خلل فلذلك بتقوم المؤسس الآن ومع بعض الجهات بدراسة هذا الموضوع لتحقيق العدالة بين المؤمن عليهم لأنه أنت زي ما بتعرف صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق تمويل ذاتي لو سمحت يعني ما فيه تمويل من الضمان الاجتماعي هو بموّل من أصحاب العمل ومن العمال العاملون واصحاب الشركات وموّل الضمان نعم عشان نتفك طبعا والأردنيين يعني طبعا يعني إحنا الموّل الضمان المشتركين يا سيدنا المؤمن عليهم أردنيين وغير أردنيين لأنه حتى الأجانب مشتركين الشركات والمؤسسات والعاملون هم مصدر تمويل طبعا وعندكم صندوق استثمار الضمان بفتحه في محور الثاني صندوق الاستثمار هو استثمارات الفوائد نعم نعم سيدي كويس نحكي فيها نحكي كل مرة نقول نحكي كل شيء كل مرة يا أستاذ محمد أنا هذا من 11 سنة كل مرة في الضمان لما نعدل منقول دراسة اكتوارية هالدراسة اكتوارية قلتوا أول مرة إلى 50 سنة قلتوا بعدين إلى 30 سنة يا سيدنا العزيز متطلب قانوني أستاذ محمد هذا متطلب قانوني كل ثلاث سنوات لازم يتم إجراء دراسة اكتوارية اللي تحت الأربعين سنة بكترفع سنة تقاعد للذكور لا قديش لخمس وخمس لسه لسه هاي تحت الدراسة يا سيدنا العزيز شو اللي تحت الدراسة ما هو هذا هو الموضوع الموضوع يا سيدنا العزيز انه حتى الناس ما تتفاجأ الناس اللي فوق الأربعين بحب أأكد ما عليهم اي تحديلات اللي تحت الأربعين شو عليهم وهذا تصريح رسمي من المؤسسة العامة للنمال الاجتماع هو اللي رايح أو ممكن يكون في عليهم تعديل اللي هم من ناس اللي أعمارهم تحت الأربعين سنة شو بدشترين يعني بقلتلك شغلتين أول إشي القضية الأولى اللي هو السن التقاعد الآن عنده للخمسين سنة في القانون الحالي خمسين للخمسين طبعا القادمون الجدد من واحد عشر عامة 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 عام لا لسه الدراسة ما انتهت لسه الموضوع تحت الدراسة يعني قاعد من دراس انه اللي فوق الاربعين لو جينا رفعناه خلينا نقول للخمسين بدل الخمسين ثلاث وخمسين للاناث وللذكور خمس وخمسين بدل خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين وهكذا فلذلك الموضوع تحت الدراسة لكن احنا منقول انه فعلا في الناس اللي تحت الاربعين سنة رايح يصير في عليهم تعديلات على الاستحقاق والاستحقاق كالتالي برضو اللي هي المتوسط يعني متوسط احتساب الراتب الان مثلا على خمس سنوات متوسط احتساب الراتب للتقاعد المبكر للناس اللي هم غير المستثنيين على خمس سنوات هاي الخمس سنوات ممكن تتعدل ممكن تتعدل بدل خمس سنوات مثلا ممكن عشرة لسه بقول لك هاي اكتر من سيناريو فانا بعتذر هذا الموضوع هلا نرجع لك سو أحمد انا بعتذر طلت بس عشان الناس استوعبوا ايش اللي بيصير قاعد لانا بقول لك هي برنات اختبار دائما ما ترمى في وجوهنا ومن ثم ينطبق ما ما يحدث فيها اسمع وجهة نظرك خطورة او ايجابية مثل هذا القرار من ضمان الاجتماعي يعني بس اسمح لي بثواني من حيث بنبدأ الضمان الاجتماعي هو العمود الفقري لمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن والحمية الاجتماعية هي صمام أمان المجتمعات وبالتالي اي عمليات تعديل او ضبط او اصلاحات بين قسين ممكن تكون اصلاحات ايجابية ممكن تكون من وجهة نظر الخاسرين اصلاحات سلبية يجب ان تدرس بدقة ويجب ان يدرس الاسباب التي ادت الى حدوث الاختلالات انا اتفق مع صديقي الستاذ محمد ومع جميع المهتمين بقضايا شأن الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعي بانه التقاعد المبكر استنزاف لصندوق الضمان الاجتماعي استنزاف كبير والاصل انه ما يكون فيه تقاعد مبكر بهذه الأعمار المبكرة ولكن ما الذي دفع 60% من متقاعدين الضمان الاجتماعي انهم يتقاعدوا مبكرا غالبيتهم الساحقة تركزوا ضمن الفئات التارية الفئة الاولى الذي العاملين والعاملات اللي بتم الاستغناء عنهم في سن قبل سن التقاعد الوجوبي سن 50 48 49 52 هذولا بكونوا وصلوا في مسار مهني معين سواء قطاع عام أو قطاع خاصة انه بتحدث يعني قطاعين بتم الاستغناء عنهم وبيجيد حاله في عمر متقدل عمره 50 سنة 52 سنة 53 سنة وين بدي يشتغل صعب جدا يلاقي الشغل فيش امامه خيار الا يلجأ للتقاعد المبكر عشان يقدر يعيش وبالتالي اعادة النظر بسن التقاعد المبكر دون النظر الى هذا النوع من المتقاعدين في مجازة كبرى وفي قفز في الهواء لانه هذول اذا ما كان عندهم خيار التقاعد المبكر سيلجأوا الى صندوق المعون الوطني من دي يعطيهم فلوس يعيشوا لانه عودته للقطاع المنظم صعبة فبدي يلجأ اما بدي يعمل له مشروع يخسر او يربح او بيصل سن معين بيلجأ بدي يروح لصندوق المعون الوطني ياخذ معونه عشان يعيشوا وابنائه ووسرته وبالتالي هذا باب لازم ننظر بعين الاعتبار القضية الثانية جزء كبير من الذين يرغبون بالتقاعد المبكر برغبة منهم بيكون رواتبهم منخفضة وهذا الراتب المنخفض غير كافي يلبي احتياجات اسرته الاساسية وبالتالي هو بيلجأ انه يطلب التقاعد المبكر حصل له مبلغ معين على اساس يرجع يدخل لسوق العمل مرة اخرى وغالبا بيكون في القطاع غير المنظم فيش في حماياته وخلافه على اساس يجيب دخل اضافي لدخله الطبيعي ودليل ذلك انه عندنا احنا 64% وفق الارقام الرسمية المعلنة حتى الان من الضمار الاجتماعي في تقرير عام 2019 64% من المشتركين في الضمار الاجتماعي رواتبهم 500 دينار فمدون ماذا يعني هذا الرقام؟ هذا يعني خط الفقر فمدون للأسرة المعيارية لانه خط الفقر للفرد سنويا في الاردن 100 دينار معدلات الاسر في الاردن عندنا 5 لما تكون معدل اسرة خمسة وانا دخلي 500 دينار فمدون انا عامل عامل فقير لما اصل سن الخمسين والخمسة واربعين بدي استعجل على اساس اخذ هاراتب التقاعدي وانزل اشتغل مرة تانية ازيد دخلي عشان اقدر البي احتياجات اسرتي اذا عدلنا قانون الضمار الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد اللي بكر دون انظر لهذه الفئة انا حقيقة ايضا بقفز في الهواء وبشكل مخاطر على الامن الاجتماعي وعلى الاستقرار الاجتماعي وعلى زيادة معدلات الفقر لذلك انا بعتقد اصلاح منظومة الضمار الاجتماعي ضروري اصلاح زيادة سن التقاعد نبكر اذا الحكومة او اذا وبالنهاية الحكومة تحدث لانه بالنهاية الضمان رح يرفع لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء ينزل للبرلمان المقترحات اذا لم تأخذ به الاعتبار وتضع قيود على عملية تسريح العاملين في القطاعين العام والخاص في سن اقل من سن الوجوبي عشان ما يدخلوا في حالة الفقر ويلجأوا له صندوق المعون الوطنية لازم ترفع مستويات لازم تضع قيود في قانون العمل وفي النظام الخدم المدنية بحيث يقيدوا عملية تسريح العاملين والعاملات في هذا السن الحرج اللي بيقدروش هم يرجعوا يدخلوا في تسريح العمل النظامي القضية الثانية اللي بيلجعوا برغبتهم ورواتبهم منخفضة وهذولا الغالبية الكبرى على كلها واللي بتطلع حوالي المتقاعدين ويبكر غالبيتهم من هذا النوع اذا ما تم اعادت النظر بسياسات الاجور باتجاه رفعها بحيث لا يكون لدينا عمال فقراء بصير استمرار العاملين والعاملات في اشتراك الضمال الاجتماعي مجدي بيجيب لدخل انا اقدر اعيش اسرتي بشكل عادل وكريم وبالتالي انا بقطع الطريق امام التقاعد المبكر بدون النظر الى هذول العاملين انا تقديري الضمال الاجتماعي وخبراء اللي هم اصدقائنا والحكومة والبرلمان في حال اقرار مثل هذه الخطوة سيرتكبوا خطأا جسيما بحق العدال الاجتماعي في الاردن وبحق الحفاظ على الاستقرار والامل الاجتماعي طبعا الله يزيد فضلك اول حاجة بالنسبة لا بعيرتون واي الناس ترى اليوم الناس الواحد يلاقي شغل بالأول وصراحة ولا الواحد ما عاشه عارفهم عندييوا لقيه بديوا يلاقي شغل طالعا مرتفع بتحكي عن الشباب اليوم الشباب بيفكر كيف ديوا يلاقي شغل صار يفكر وكيف ديوا يلاقي شغل كيف ديوا يفكر وما بعد التقاعد والتقاعد اليوم وécole جاني وما جانيش عدلنا مرة І мас عندناش مرة قلنا القادمون جدد الوافدون الجدد لا القدامة لا هذا قبل 2005 لا هذا قبل 2006 أه يرنا الناس سيد العزيز بداية الضمان الاجتماعي اه اي تعديلات بتتم على قانونه لابد من التشاور مع جميع الشركة والمؤسسة لها تجارب سابقة بهذا الموضوع بحيث انها دائما بتتشاور مع المؤسسات المجتمع المدني بمختلف اطيافها لكن انا زي ما حكيت لك وبحب اأكد لك مرة ثانية انه الموضوع الان هو دراسة اولية ولم تنتهي بعد دراسة اولية ولم تنتهي بعد لانه انا بتعرف هاي الدراسات الاكتوارية دراسات معقدة يعني الموضوع مش انا اجيب اقول والله بدل 53 خليهم 54 او 55 مش احنا اللي بنقرر بشكل مباشر باجيب اقول والله لو كان على 54 قديش مثلا مرحلة الاستدامة للضمان قديش بتستمر اكم سنة انا عاسف بس وضع الضمان الاجتماعي مستدام المالي استدامه قوي وعنده ملأة مالية قوية طبعا الحمد لله 45 سنة قادمات في وضعه الحالي نعم فالقضية الثانية قضية سياسة الاجور سياسة الاجور لو سمحت لي ما هو انا بدي احكي هو بيقول لك وضعك مستقر سيد العزيز هو مش للجيل الحالي هو للمشترك هو الجيل الحالي الجيل القادم الاجيال القادمة كلها فلذلك يجب ان تكون استدامة الضمان الاجتماعي قوية جدا فلذلك الضمان الاجتماعي لما ييجي يحكي انه بتدرس في تعديل القانون حتى يصير المستوى المالي او القوة المالية او القدرة المالية للضمان الاجتماعي اكثر احنا ما مش بسويين اشي غلط عفوا وهذا الحكي كل ياته رايح مر على كل المؤسسات الدستورية يعني اول حاجة رايح يتم التشاور مع شركائنا جميعهم اوكي بعد هيك حوار اجتماعي رايح يتم لانه الضمال الاجتماعي بتعرف معني فيه كل اردني حتى اللي عفوا مشترك انت بتقول لي المشتركين لا الابن معني المشتركين واسرهم الزوجة كم مشترك الام في الضمان الزوجة يا سيدنا العزيز معنية كم مشترك الام في الضمان المعال مليون وثلثمئة وثمانطعشر الف مشترك في الضمال الاجتماعي الآن طبعا عطو حوافز الناس تشتيه ماشي زيدو عدد المشتركين هذه حقيقتان الاصلاح يا سيد العزيز من انا حكيت لكل ثلية يا جيز اعلاق المشتركين استاذ محمد من احكيت لك انو احنا نعمل على زيادة عدد المشتركين احنا الآن السنة هاي من ثلاثين أربعة لألفين وعشرين ولغاية الآن ثلاثة وخمسين ألف مشترك جديد اللي دخلوا على الضمان الاجتماعي هذا ما كان يتم خلال أربعة وخمس سنوات خلال الفترة هاي من تأنت عوضت عفوا عوضت كم واحد ترك ما عندي رقم لكن أنا عندي الرقم الآن مليون بتاريخ اليوم مليون وثلاثمئة هو عداد شغال فيه ناس بتطلع فيه ناس بترجع بتشتغل لكن احنا عوضنا على فترة انت بتعرف فترة جائحة كثير من المنشآت جمدت أعمالها الضمان الاجتماعي عفوا مش هو اللي بيقود الاقتصاد فيه جهات ثانية بتقود الاقتصاد وبتشتغل عليه احنا في ظل الظروف هاي اتعاملنا مع الظروف الاقتصادية اللي هي في الجائحة بحيث انه اعملنا على مساعدة المنشآت القطاع الخاص على البقاء والوقوف على ظلها موجودة بالسوق وكثير من المنشآت احنا لما مئة ألف مؤمن عليه نساهم في برنامج استدامة حتى انه يظلوا العاملين مستقرين ومستديمين في أعمالهم الضمان الاجتماعي اللي اشتغل هذا الحكي طبعا بمساهمة مع الحكومة طبعا ثلثين من الحكومة وثلث من الضمان الاجتماعي في مليون ومثلين ألف وحد ماشي لحال كيف مليون ومثلين ألف تقول لي عنا احنا مليون وثلث ميت لا يا سيدنا العزيز انت بتركز على أولويات الضمان الاجتماعي ما بوزع عفوا يا سيدنا ما بتوسع الله يسع لك بس خليني انا اكمل على اللي حكاها الاستاذ احمد قضية سياسات الاجور سياسات الاجور يا سيدنا العزيز المؤسسة مش هي المعنية عفوا مش هي المعنية بسياسات الاجور ورفع حكومية القضية الثانية قضية قانون العمل وتعديله والخدمة المدنية الخدمة المدنية ترى عفوا لو سوينا الآن سن التقاعد المبكر على الستين الخدمة المدنية ملتزمة بالستين فلذلك ما بتقدر تنهي خدمات أي واحد قبل الستين فلذلك كخدمة مدنية وكقطاع عام بالعكس كل ما رفعت سن التقاعد المبكر الخدمة المدنية راح تكون ملتزمة فيه لأنه في عندها نظام والنظام ملتزم فيه هسه بظل القطاع الخاص القطاع الخاص بحكم مقانون عمل انتوا حيرتونا بتقولوا من عالج خلل اللي تحت لأربعين خلل واللي فوق لأربعين فيه خلل هذا سؤال اسمح لي يا سيدي انت بتقول لي فيه خلل انت بتقول لي عندنا خلل احنا في القطاع العام بنقول للخلل انه ما بديش نروح موظف المنتج وغير المنتج سياد وانت بتقول لي اليوم منتزمي انا مش مشكلتي الاتزام انا اليوم مشكلتي اليوم الضمان إلى اين يذهب بنات هذه الدراسات من يقوم على الدراسات الالكتوارية يا سيدنا العزيز بنك الدولي له علاقة لا لا ما له علاقة البنك بنك الدولي ما له علاقة لا لا ما له علاقة أبدا ما بتجيكو نصائح لا لا ما بتجينا ما ايجاكم وانا نصيحا من بنك الدولي ارفعوا من التقار لا لا ما ايجانا ما ايجانا ما ايجانا ايجانا يا سيدنا العزيز البنك الدولي عرض دراسته في المنتج حوارية شومان عرضها على كل الناس اللي هي اللي هي اللي شو بيقول فيها بيطلب بعض الاصلاحات في قانون الضمان الاجتماعي وإحنا هاي القضية يعني بالعكس يعني هم أصدقائنا لكن هاي النصيحة ممكن إنه يتم دراستها وليست تنزمي لا للمؤسسة هاي دراستي كل ما حال دراستي أنا إلي مناحظة على الدراستي يا أستاذ محمد بس أكمل لك أكمل لك بس بعد الفاصل سأواصل القوة معنا نواصل حوارنا واضيفنا الكرام أنا توقفت عند قضية البنك الدولي ودراسات ونصائح سيد أحمد قلت لي مفش القول بأنه البنك الدولي قدم نصيحة فخلص هاي نصيحة مقدسة ولازم نأخذ فيها ولو صندوق الضمان معناته لا يتمتع بالاستدامة هذا يعني أنا بحط تحته علامات خطوط كثير لأنه مش بالضرورة قبراء البنك الدولي دائما هم بشوفوا الأمور بشكل واضح وعند قصص كثير البنك الدولي كان يطلع تقارير عن دول في المنطقة ويقول عنها تسير بالاتجاه الصحيح وأمورها ممتازة وبعدين بعد شهرين ثلاث يدهور اقتصادها يعني ليس بالضرورة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي صندوق النق الدولي وهذا ليس تقديل من قيمتهم ودورهم ولكن وإحنا دائما مشتبكين معهم بالحوارات ولكن هدفهم الرئيسي تمكين اقتصاديات الدول من تزديد التزاماتها للدائنين باعترافهم رسمي يعني هم ما بنكروا هذا الحكي قصة انه البنك الدولي عمل دراسة وقد وحكى انه انه الضمان الاجتماعي يعني يعاني من ومواجه مخاطر في المستقبل ان يستمر او لا انا تقديري هذه تقديرات غير صحيحة والفرضية اللي عملتها خبيرة البنك الدولي فرضية حقيقة غير دقيقة هي عملت اربع سيناريوهات واعتمدت في استنتاجاتها وتوصياتها على فرضية واحدة اللي بتقول انه صندوق النقد انه صندوق الضمان الاجتماعي لا يستطيع دفع رواتب تقاعدية بعد عشر سنوات هي حطت فرضية انه في الشيء اشتراكات وهذا هاي فرضية عدمية فرضية لا يمكن ان تتم لانه الاقتصاد شغال وعننا مليون وثلاثمية تقريبا وثمانتاشر الف مشترك وفيه عنا صندوق صندوق الاستثمار فيه احداش ونصف مليار وفيه عنا ما يقارب وعننا خمسمائة مليون ايرادات سنوية فائد ايرادات سنوية فائد ايرادات سنوية غير صندوق الاستثمار وعننا كل متقاعد يقابله خمس سبيد في اشتراكات وبالتالي انا ازعم بانه صندوق الضمان الاجتماعي صندوق مستدام ومستدام لعشرات السنين القادمة وابدوا اصلاحات طيب ولكن هذه الاصلاحات هذه الاصلاحات لا تأتي من باب الانتقاص من حقوق الناس وازيادة افقارهم هاي تأتي من خلال عندي انا نص القوى العامة في اردن غير مشمولة بالضمان يجب ان اشملها سامح محمد جميع بس لو سمحت لانا بد اعلق على قضية البنك الدولي انا حكيت على البنك الدولي لو سمحت اللي بس انه قدم نصائح انه قدم نصائح دراسة دراسة متخصصة في الموضوع يعني عفوا دراسة البنك الدولي بجوز مختص مختصين اشتغلوا عليها لكن احنا بننظر لهاي النصائح اللي قدمها البنك الدولي ممكن نوخذ فيها ممكن ما نوخذ فيها ما اجتكو نصائح خففوا نسب الانتركات في انا نعم سيدي ما اجتكو نصائح خففوا نسب على اصحاب الشركات وعلى المواطط فيه بخلي الناس تحرضوا بس ما ردوا عليهم وما ردين عليهم بالضرب ما ردين عليهم لانو وجدت موش تناسب لا لا يا سيد العزيد بشوف شو مصلحة الضمال الاجتماعي نعم هي المصلحة الاولى والاساسية انو انا بشوف مصلحة السوق ومصلحة الشركات والمؤسسات هل في مصلحة للضمال الاجتماعي انو يخفف الاشتراكات ولا لا بل لذلك اقتصادنا الوطني بحاجة للتقفض الاشتراكة هيفروس روح الاقتصاد يا أسان محمد الملحك اللي مش ملاقي يشغل يا سيد العزيز في عنا احنا الدراسة بتقوم فيها كل ثلاث سنوات منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة متخصصة في هذا الموضوع تقوم باجراء دراسات كاملة وبتعطينا سيناريوهات للاصلاح كاملة حتى منظمة العمل الدولية اللي بتسوينا الدراسات نفس الحاجة بتم دراستها هاي الاستنتاجات اسمح لي يا سيدي مش انتوا رفعتوا النسب على المشتركين والشركات عشان حافظ عدوني اذا بحكي غلط يا اخوات طبعا طبعا بس سيد العزيز لا لا زدنا المنافع لا لا نزادت المنافع سيد العزيز المشتراكات لما تعد للقانون اذا سمحتني المنافع اللي هي نسبة الراتفة بالتقاعدة النسبة الاكتوارية للاحتساب الراتب يعني كانت استنى شوية العكس هو اللي صار صحيح لا لا يا سيد العزيز التأمين الجديد اللي اخذوا الناس لا لا بالألفين وعشرة التأمين الجديد تأمين الأمومة تحمل او مأسس ضمان الشري سيد هذا التأمين لكل عالم ماشي فيه تأمين الأمومة عفوا تم اضافته لكن بالألفين وعشرة تم تعديل القانون بإصلاحات للقانون حقيقية لكن في الالفين واربعطعش تم تعديل هذه الإصلاحات اللي تمت بالألفين وعشرة بحيث انه اتعدلت المنافع تم زيادة المنافع مقابل زيادة هاي المنافع المنافع اللي هي الرواتب التقاعدية بدل 2% صار 2.5% مش هضا عكس سلبا على جور يا أستاذي لا يا سيدنا العزيز ما إلها علاقة معامل المنفعة أستاذ محمد بتحدث عن معامل المنفعة معامل المنفعة تم تعديله باتجاه تخفيض الرواتب التقاعدية كيف لا طبعا صار 2.5% يا سيد العزيز على أول 1500 دينار وبعدها 2% على الزيادة عن 1500 قبل ذلك كان أفضل فالح الرواتب التقاعدية لآخر 10 سنوات كان لازم كان أحسن للشركات وكان أحسن للموظفين وكان أحسن كان لا لا يا سيد العزيز تركة سيولة بيد الناس لا لا يا سيد العزيز تم زيادة رواتب عدد كبير جدا من المتقاعدين يا سيدنا في الجائح لما أوقفتوا الاختباعات كلنا بننكي التوقعات يا سيد دماشي سيد العزيز مع تعديل قانون 2014 تم تعديل عدد كبير من رواتب التقاعدين يا سيد محمد أنا بدي أرجوك أنا بدي أذكرك فقط أن مؤسسة الضمان الاجتماعي المحترمة التي يملكها مشتركوها وأسرهم وهم أردنيون وغيرهم وجلهم أردنيون نعم رفعتوا عليهم نسب الاشتراك وكمان يملكوا صعاب الشركات والمؤسسات تدفع اشتراكات في الضمان هذول ملاك أنهم تدفعوا مساهمات هذول كلهم رفعتوا عليهم النسب وقالوا ماشي في سبيل أن الدراسة الاكتورية تقول أن الضمان لا يحتمل لسنوات محددة ثم نعود ونقول بنرفع سنة التقاعد وبدن نزيد هون وبنرفع هون وهذا الكلام بات اليوم محبطا للناس الناس ما اضطرت فهمي هذي مؤسسة سيد هذا أسلك سؤال تفضل اليوم المتقاعد في زمن الكورونا ليش تأخر ليش بتأخر احتساب راتبه هاي مفروض كبسة زر بتطلعينكم أنا غلطة يا سيدنا العزيز وفي كبسة زر لا لا ليش تأخر وفي كبسة زر ليش تأخر استنى شوي علي ما هو خلي اسمعني طيب أنا بشألة اسمعني فضل يا سيد يحقك يا سيدنا العزيز الرواتب التقاعدية لا تتأخر على الإطلاق ويتم تقديمها إلكترونيا كيف احنا عفوا يعني الرواتب التقاعدية الشيخوخة المبكر في أزمة كورونا تحديدا تم أخذ قرارات دون اكتمالها ما كانت مكتملة لما كان موجود الحضر كانت الناس اللي مقدمين يتم دراسة المعاملة تاعتهم ونمشي لهم الرواتب التقاعدية نتيجة لوجود الأزمة حتى أوراقهم كانت مش مكتملة ليش لأنه سوينا لجنة لأنه بنعرف احنا كنا في وقت أزمة وبعدها تم استكمال الأوراق جميعها احنا المؤسسة العامة للضمال الاجتماعي الحمد لله بما فيه الكفاية كل واحد عنده مشكلة اخوان كل واحد عنده مشكلة في احتساب الراتب التقاعدية وعدم حصوله عراتب التقاعدية يتوجه بكرة لمكتب أصبح محمد عودي وهو يفتح مكتبه غدر يا سيد العزيز أنا احنا جهزين أي واحد بتأخر جهزين سيد ماشي انت اليوم لما تجيني شكاوى يقول لي أنا اللي براجعت أشهر للحصول على عراتب التقاعدية هذا منطق؟ أنا بقول لك شو اللي بصير خليني أحكي لك شو اللي بصير فيه هذا اللي بقول لك براجع صار له عشر شهور مع الاحترام إله بكون رافع راتب التقاعد دي آخر سنوات ببكون يفتشوا عليه صاحب العمل ببكونش متعاون مع المفتشين تعين المؤسسة يا سيد العزيز بإمكانه بإمكانه أول ما يأخذ أي قرار من لجان المؤسسة أنه يطلب الراتب غير المتنازع عليه فبأخذ الراتب غير المتنازع عليه وبعدها بكمل شكل دون تأثير على حقه في الاعتراض انتم ما بتشوفوا الناس ترفع الراتب آخر خمس سنين وآخر عشر سنين وكل الناس ترفعها يا سيدنا العزيز هم برفعوا هم برفعوا والمؤسسة بلجانها المختلفة حتى تحافظ على هالمؤسسة وديمومتها قاعدة بتشوف الرواتب اللي تم رفعها آخر فترات بتم تعديلها بموجب القانون أساد أحمد اليوم رسالتك الأخيرة أرجوك أنا رسالتي الأخيرة بدقيقة إذا لم تقم الحكومة بإجراء تعديلات بتعديل قانون العمل بوضع عقبات أمام تسريح العاملين في سن متأخرة من بسرهم المهني يجب أن تختلف أولويات إصلاح مضموط الضمان الاجتماعي إصلاح مضموط الضمان الاجتماعي في هذه الحالة وفي هذه السيناريو يجب أن يتجب اتجاه محاربة التهرب التأميني المنتشر بشكل كبير جداً في الأردن اللي هو بيحرم مؤسسة الضمان الاجتماعي من إرادات هذا جانب جانب ثاني مطلوب من مؤسسة الضمان الاجتماعي إنها تخفض اشتراكات الاشتراكات المشتركين على أساس نحفز الاقتصاد ونزيد فرص التشغيل إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن يجب أن يذهب باتجاه تطوير أدوات تأمينية جديدة تشجع اللي بيشتغلوا مع حالهم لصالح أنفسهم من أجل يشتركه بعيداً عن خيار التأمين الاخياري اللي مكلف هذا الموضوع لن ينتهي اليوم ولم ينتهي اليوم النقاش فيه سنعيد فتحه معلش اسمح لي سمح بذن نحن بكرة لسه بنا نشوف الناس يجيك بكرة عشان يقولك تأخرتوا علينا نحن جازين غداً لنا لقائي تجدد أشكركم بدوفر الكرام شرفتوني بحضوركم بعد طريق المجز لأهم الأنباء والزميلة ليلة سالم تصبحنا على الفخير